موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حديث التورى الذي يأتيكم في جزئين نناقش في الجزء الأول الانتقادات المتصاعدة لأوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر ثم في الجزء الثاني سوف نتناول أبعاد التقاء العديد من الألوية والكتائب المعارضة السورية في جمهة جديدة في مواجهة النظام وتنظيمات تراها تخدم النظام بداية حلقتنا لليوم ستكون مع القلق العميق الذي عبرت عنه المفاوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر كما أن تحالفا لمنظمات حقوقية يضم ثمان منظمات طالب أخيرا المفاوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتدخل لوقف ما سماه النزيف المستمر لأحوال حقوق الإنسان وبحسب هذه المنظمات فإن مصر وخلال إحياء ذكرى ثورة يناير شهدت أسبوعا داميا قتل فيه أكثر من مئة شخص وأصيب مئات بالرصاص واعتقل فيه نحو ألف ومئتين ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الستوديو كل من الكاتب الصحفي محمد القدوسي وأيضا الدكتور هيثم الخطيب عضو حزب الدستور والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة كما سينضم إلينا عبر سكايب من ولاية كارولينا الشمالية جيفري موك مسؤول الملف المصري ورئيس الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية نرحب بضيوفنا جميعا إلى هذه الحلقة من حديث الثورة أبدأ معك أستاذ خطيب الكثير من المنظمات الدولية يعني عدد كبير منظمة العفو الدولية من السينترناشنال مراسل بلا حدود لجنة حماية الصحفيين بنيويارك الاتحاد الدولي للصحفيين كلهم يتحدثون عن مضايقات للصحفيين عن كتم للحريات في هذه الفترة الأخيرة التي استلمت فيها السلطات الجديدة في مصر الحكم لماذا كل هذا التضييق على عمل الصحفيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم قطعا نحن لا ندافع أبدا عن أي تضييق لحريات الصحافة وحريات تدول معلومات وإنما هو المشهد الملتبس عندما كان هناك بداخل اعتصامي ربع والنهضة سلوب من أنواع التأجيج للمشاعر والتحفيز ومحاولة إرهاب الشعب المصري كانت تمارس من قبل بعض وسائل الإعلام والصحافة وكان هناك تعمد لنقل معلومات خاطئة أو صناعة معلومات خاطئة وبثها إلى الغرب وإلى خارج مصر تلك الحالة التي كانت تمارسها بعض وسائل الإعلام والصحافة من أعتصامي ربع والنهضة وما بعدها من أحداث تلك الحالة أدت إلى حالة تحفز من قبل السلطات في مصر لكل الوسائل أو وسائل الإعلام والصحافة التي كانت تمارس هذا لكن هل هذا يبرر قتل 11 صحفي واعتقال واحد جاز ومحاكمة لا القتل ليس له مبرر القتل بصفة عامة ليس له مبرر ولكن ما يحدث مع الصحفي في أحداث ملتهبة سواء في مصر أو في فلسطين أو في أي دولة فيها أحداث عنف أو أحداث هو نعتبر هذا ما يحدث في مصر هو ما يحدث في أي دولة أخرى في إطار أنه موجود بطبيعة الحال فأرض الحدث يغطي يصاب عن طريق الخطأ لا يستهدف كصحفي نشاهد مثلا في الأراضي المحتلة الصحفي يرتدي شعار أو كلمة برس يعني صحافة لينبه قوات الاحتلال أنه هنا موجود بصفة الصحفي المحايت هذا لم نجده في مصر لم يكن هناك من يرتدي تلك العبارات أو تلك الشرط بل أنه يكون شخص عادي وهو غير مستهدف ناس لا تحمل معها أستاذ محمد قدوسي هؤلاء لا يحملون سوى أقلاما وكاميرات كيف يمكن استهداف من يحمل الحقيقة للناس أنت كيف ترى هذه المسألة الأول أنا بس أقول للدكتور هيثم الخطيب مع كامل التقدير لشخصي وليما قاله أنا عندي جريمة عندي ناس بتحاكم بتهمت حيازة كاميرا ده مش محتاج أنه يشيل يفطى يقول برس ده هو مبدئين ده لو شاله يفطى اللي بتقول برس هيدربوه بممار في كلمة برس دي لأنه هو اعتبر أن كلمة كاميرا أن الكاميرا جريمة هناك الآن صحفيون في مصر التهمة الرسمية هي الإرهاب وتهديد الأمن القومي ضمن الاتهامات الرسمية الموجهة في المحاضر للصحفيين حيازة كاميرا وبين قسين كده بقصد التصوير وهذا يعيد مصر إلى ما قبل العصر الحجري حكاية الناس لهم مش عارفين مش واخدين بالهم من دون صحفيين لا أعتقد أن هذه حجة غير صحيحة وأعتقد أنهم اعتقلوهم وضربوهم وقتلوهم لأنهم يعرفون أنهم صحفيون أنا معي هنا في مقال على موقع مجلة النيوركر الأمريكية مقال مهم جدا الصحافة أصبحت جريمة في مصر المقال أعتقد أنه موجود الذي يدور على موقع المجلة ممكن يجيبه ويقراءه هو يتكلم عن السينيور بروتيوسر أوف الجزيرة منتصر مرعي وإزاي أنه كان له دور كبير في أنه ينقل ما سمته المجلة الانتفاضة المصرية الأبريزنج في يناير 2011 إلى العالم وإزاي أنه كان في سعيه للحقيقة يخاطر بحياته من حيثه ومن حيثه وبعدين بتتطور لأنها بتكلمنا على أن دلوقتي أصبح إصدار التصريح اللازمة للعمل السلطات المصرية تشترط إصدار تصريح وأن إصدارها زي التصريح أصبح كابوسا وأصبح عملا مستحيلا تقريبا هذا جزء من وضع حقوق الإنسان بشكل عام في مصر أستاذ جيفري موكو أنت في كارولينا الشمالية ولكن لديكم تقييما في منظمتكم لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال هذا العام هل كانت تطلعنا على ما جاء في هذا التقييم ما هو تقييمكم لوضع أو لأحوال حقوق الإنسان في مصر خلال هذا العام نجده هو أن هناك التناقضات صارخة وواضحة بين ما تقولها الحكومة من ادعاء بأنهم يتجهون نحو الاستقرار والديمقراطية هناك تناقض صارخ بين هذا القول وما يحدث حقيقة على الأرض فإن اعتقال الصحفيين ونحن في منظمة العفو الدولية نعتبرهم سجناء ضمير هو جزء فقط وجانب من جوانب هذه الانتهاكات كما أن الانتفاضة التي حدثت في يناير 2011 قادتهم ورموزهم إما موجودون في السجون والمعتقلات الآن أم يتعرضون للمضايقات وأيضا من يقوم بهذه الانتهاكات يطلق صراحهم ويستمرون في العمل بحرية وبمنأة عن المحاسبة ما نقول نحن حقيقة أن مثل هذه الأعمال إنما تؤجج وتزيد وتذكر من انتهاكات حقوق الإنسان في عهد مبارك وفي أيضا ظل الحكم العسكري كل الأنماط القديمة تستعيد نفسها الآن وتتكرر سيد جيفري موك تقرير أمنيستي انتروناشنال حمل في الواقع عنوانا لافتا وهو خارطة الطريق للقمع لماذا سميتموه هكذا السبب هو أن الحكومة تطلق مزاعم وتدعي أنهم يسيرون على خارطة طريق نحو الديمقراطية وتعزيز الاستقرار ومع ذلك الأدوات التي يستخدمونها وأيضا جوانب الدستور التي تقيد حرية التعبير والتجمع ومواد الدستور التي سوف تستمر باستخدام المحاكمات العسكرية غير العادلة للمدنيين هذه هي الأمور ومثلها هي التي كانت دائما تؤدي إلى القمع ونحن مرة أخرى نحاول أن نبرز التناقض بين إدعاءات الحكومة وما يحدث حقيقة على الأرض من خلال اختيار هذا العنوان ما هي الآلية التي اعتمدتموها في أمنيستي انترناشنال لرصد هذه ما تسميها بالانتهاكات؟ هذا يستند إلى أسلوب البحث وأسلوبنا في البحث معروف تماما ويتم توثيقه بدقة متناهية وباحثون كانوا في مصر وزاروها عدة مرات منذ الانتفاضة وتأجروا مقابلات مع الأشخاص مع شهود العيان وبإمكاني أن أعطي تفاصيل دقيقة محددة من حيث انتفاضة يوليو وأيضا لدينا أشخاص على الأرض موجودون في الأرض يتولون توثيق هذه الانتهاكات أشكرك أستاذ جيفري في الواقع أستاذ جيفري موك أعطانا لمحة عن التقرير الذي أصدرته منظمة أمنيستي انترناشنال والذي حمل عنوان خارطة طريق للقامة أستاذ الخطيب هذا العنوان في حد ذاته يحمل الكثير من الدلالات وليست فقط أمنيستي انترناشنال هناك هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر كل هذا الكلام برأيك مبالغ فيه؟ يعني ردا على ما قاله الأستاذ محمد القدوسي في أربع نقطة أثارهم أنا أحب أوضح مش أكثر توضيح مش رد التعقيب يعني تجاوزنا النقطة المتعلقة الصحافية؟ لا لا هتحدث عن هذا هتحدث عن هذا أنا لما قلت إحنا ضد انتهاك حرية الصحافة أعيد تاني مع حرية نقل المعلومات موضوع تصريح الصحافة موجود من قبل 30 يونيو موضوع تصريح الصحافة موجود من قبل حتى صورة يناير يعني الموضوع مش مستحدث علينا فكرة ليست مستحدثة فكرة استخراج تصريح حتى وإن كان لصحف المصري تهمت حيازة كاميرا طبعا هذا خطأ جسيم نحن ضده تماما لا يوجد حاجة أسمها أن شخص يعتقل أو يقبض عليه من أجل حيازة كاميرا إلا عند المنشآت العسكرية وهذا معروف طبعا أما موضوع الاسترشاد بمقال هذا ليس نوع من أنواع أدلة الإدانة لو نتكلم عن إدانة انتهاك الحريات في مصر ليست المقالات المكتوبة تعبر عن توجهات شخصية لكاتب المقال كما تحدث الأستاذ طب أستاذ خطيب لنمر إلى انتهاكات منظمات الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان في مصر قال يوليو انتفاضة من يعتبر يوليو انتفاضة و30 يونيو انتفاضة وليست ثورة فهو بالفعل حسب نفسه على طرف سياسي هو مقال ما هو موجود في المقال ليست أتحدث الآن ولكن أتحدث عن ما أتحدث من أمريكا ليس عن الأستاذ محمد القدوس هو في مضمون حديثه قال انتفاضة يوليو هو يعتبر ما حدث في مصر 30 يونيو و3 يوليو انتفاضة فإذا هو متبني توجه سياسي محدد خارج إشكال تسميات ماذا بالنسبة للانتهاكات التي تحدث عنها كما أشرت الانتهاكات التي حدثت هي بمحض الخطأ عندما يقتل صحفي هو ليس ببساطة ليس حاملا لأي شعار يعبر عن وجوده كصحفي هو شخص مواطن قد يعتبر من المتظاهرين الذين يفسدونه تقرير أنستي انترناشنال لا يتحدث عن الصحفيين يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر والانتهاكات الممارسة من السلطات الجديدة على حقوق الإنسان في مصر وعن التأثير والدفع بالناس الأجواء المحيطة بالاستفتاء والتأثير على الناس من أجل التصويت بنعم هذا ما يتحدث عنه التقرير ما رأيك بما جاء في التقرير من تركيز على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قطع من يوم 25 يناير حتى تاريخه لم نحصل على الحرية التي حلمنا بها يوم قيام ثورة 25 يناير حتى الآن الحرية في مراحل تتقدم في مراحل ترتد بعد هذا قانون قانون التظاهر الذي رفضناه تماما جملة وتفصيلا الذي يعتبر بالنسبة لنا ارتداد على مكتسبات يناير بعض مكتسبات يناير من الحريات والتي حاول محمد مرسي وبالفعل كان في طريق القمعها وقام تصور ضد قمع الحرية نحن في حالة تردي وحالة ازدهار من حين لآخر في موقف الحريات في مصر إذن حالة ترى أستاذ محمد قدوسي هذه الحالة موجودة من أيام الرئيس المعزول محمد مرسي ليست حالة جديدة أيضا تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تتحدث عن انتهاكات كانت موجودة أيام الرئيس المعزول محمد مرسي لماذا تركيز فقط على أيام حكم شوف يا ستي لأنه مرة ثانية حرج على تعبير استخدمته The New Yorker قالت أنه أصبح كابوسا حكاية التصريح تم الدنيا كلها فيها تصريح حتى أمريكا نفسها فيها تصريح لكن استصدار التصريح في أمريكا مش كابوس واستصدار التصريح في عهد محمد مرسي لم يكن كابوسا كويس ونمسك بقى الدكتور هيسا مخطيب قال ما نعتمدش على مقالة طيب يا عمي هنعتمد على تقارير من 11 منظمة لحقوق الإنسان منهم الأمم المتحدة المفوضية فوضية الأمم المتحدة ومن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان مجموع الحق في الحياة هو الحق الأول للإنسان أنا عندي 8000 مصري قتلوا حتى ديسمبر الماضي هنضفلوهم 100 في يناير وده حسب المجموع منظمات ممكن أسروا تأسمع دلوقتي منهم فريدام هاوس منهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن التحالف الأوروبية المصريين من أجل الديمقراطية 11 منظمة الحقيقة يعني عايزين بس نوفر الوقت عندي 8000 مصري قتلوا وعندي 15913 مصاب كل ده حتى 3 ديسمبر 2013 وعندي حوالي 25000 معتقل عبر 718 واقعة اشتباك أكمل بقية البيانات وهي بيانات مفزعة تساوي أننا نعيش في غابة أو تحت حكم عصابة أقل من ذلك ما ينفع شيء عندي أنه مثلا مؤشر فريدام هاوس وضع مصر ضمن 48 دولة على مستوى العالم لا تتمتع بأي حريات وذلك رغم صعودها في 2012 للتصنيف الثاني على المؤشر نفسه اللي هي الدول التي بها حرية جزئية كنا من الدول التي بها حرية جزئية الآن نحن من الدول التي لا تتمتع بأي حريات مؤشر الدول الفشلة وده بيطلع من الأمم المتحدة حط مصر في المرتبة 34 من أصل 178 دولة بوركينا فاسو بالمناسبة هي الدولة رقم 35 يعني بوركينا فاسو أحسن مننا كلما الدولة رقمها يزيد كلما تبقى أحسن الدولة نمرى واحد في المؤشر ده يا الصومال ونمرى 178 يا فنلندا بس عشان نبقى عارفين كلما أنت عددك طيب مصر بقى انخفضت إيه الإيه اللي ودهف دهية بالشكل ده إنها خلتها تنحدر بهذا الشكل إنها نزلت 3 من 10 نقطة في مؤشر شرعية الحكومة واحد و3 من 10 في مؤشر حقوق الإنسان وانخفضت 16 مركز على مؤشر الأمن لتصبح في المركز 116 بينما جاءت مصر في المركز 146 على مؤشر الحرية الشخصية من بين 178 دولة مصر هي الدولة 146 على مستوى العالم بالمناسبة أستاذ جيفري هل توافق على هذه الأرقام التي قدمها الآن الأستاذ محمد القدوسي هل هي أرقام واقعية حسب رصدكم أنتم في أمستين انترناشنال لوضع حقوق الإنسان في مصر أريد أن نكون واضحا منظمة العفو الدولية لا تقوم بإطاءاء أي تصنيفات فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان فقط نحن نوثق ما نراه على الآرض ولا نجري أي مقارنات ما نراه في مصر سيء بما فيه الكفاية من دون حاجة إلى أي مقارنات وأكرر ما قلت من قبل منظمة العفو الدولية لا تتخذ أي موقف إذا أي نشاط سياسي فيما يخص أحداث العام الماضي في مصر وكل ما قمنا به هو أننا وثقنا الاتذهاكات ليس فقط من قبل الجيش والحكومة العسكرية وأيضا من قبل حكومة مرسي والذين خرجوا في تظاهرات في جولاي يوليو عندما نتحدث عن حرية الصحافة فإننا نطبق نفس المعايير ذاتها والقواعد التي نطبقها على الأراضي المحتلة إذن نحن نطبق نفس المعايير ولا نقوم بإجراء أي مقارنات ونعتقد أن الوضع والانتهاكات التي نراها في مصر تحتاج إلى إصلاح وتصحيح وهذا هو موقفنا أما ما يخص تقريرنا فإنني ألاحظ أن رئيس الوزراء المصري انتقده انتقادا لاذعا علنا قالا أنه لا يمثل الرغبات وإرادة الشعب المصري ربما قد يكون الأمر كذلك لكن لم يستطع أن يفند أي من الحقائق التي تعاملنا هذا هو أسلوب عملنا باحثون يعملون بتأني ودقة وحتى أنه لم يستطع أحد أن يفند ما جاء في تقريرنا يعني ذكرت أنت رئيس الوزراء المصري وانتقاده لتقريركم هناك أطراف مصرية أخرى في الداخل تشكك في مصداقية أمنيستين انترناشنال وتقول إن عملكم يخضع لتوجيه سياسي معين ما ردك نعم نسمع هذا الكلام وأنا أعتقد أننا لم نرى أيضا مرة أخرى أريد أن نعود الحقيقة أن توثيقنا لم يتم تحديه من قبل أي طرف لأجل تفنيده ونؤكد مرة أخرى نحن نطبق نفس المعايير على كل الأطراف في المصرح السياسي المصري وسمعت هذا الانتقاد من قبل وردنا الوحيد هو أن توثيقنا أنه لم يتم إثبات خطائه أو عدم دقته لذلك نحن متسكون بتقريرنا وهذا كل ما نستطيع عمله أستاذ دكتور هيثم الخطيب في الواقع ليس فقط تقرير أمنيستين انترناشنال تحالف مجموعة من منظمات حقوق الإنسان حذر من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي أو تشعى الفتيل الحرب الأهلية في مصر هل هذا وارد برأيك؟ أعتقد أن هذا ما تريد تلك المنظمات هو أن يكون هناك في مصر فعلا حرب أهلية تبين لي الآن أن منظمة العفو إن كان هذا الشخص السيد جيفري هو المسؤول عن الملف المصري وهذا التحيز الواضح منه لخط سياسي محدد باعتبار ما حدث في يوليو أو تلاتين ستة ليست بصورة واعتبر ما قبلها صورة لكن تقريبا تحدث عن رصد لواقع عمله يفعل عليه أن لا يتحيز لطرف منظمة العفو الدولية إلا تتحيز سياسيا هو لم يتحيز واستمعنا إلى كلامه فقط هو ما قاله في مضمون كلامه هو مصر هو مصر لكن هو قال أن التقرير يستند إلى عمل فرق وأناس وبالنسبة لصورة يناير اللي لا طالما نادوا أنها صورة وما 30 يوليو ليست بصورة دعنا نحل المجاة في التقرير هناك إحصائيات وتقديرات عددية كل الحديث عن منظمات مثل فريدوم هاوس فريدوم هاوس لها إشكالية مع مصر حينما أغلقت مكاتبها في مصر في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة وبان وجود المجلس العسكري في الحكم عندما كانت هناك قضية التمويل الأجنبي التي بسببها أغلقت مراكز من هذا النوع مثل فريدوم هاوس التي يستشهد بها الآن قطعا ستكون الحكم والخصم في نفس الوقت هذا غير كيف نرتضي الحكم والخصم في هذا الرحل وامنستي انترناشنال مشكوك في مصداقيتها واحداشر منظمة دكتور بالفعل متحذبين احدى احدى عشرة منظمة أنا لا أعتقد إلا أنهم متحذبين هناك لبي دولي أعتقد أن هناك هذا هو الواضح الآن من هذا الحديث تعليقك سيد محمد القدوسي أنا عايز بس أقول أنه فريدوم هاوس المجلس العسكري هو اللي هرب المتهمين الأجانب إلى خارج مصر فلا مجال للحديث عن أنه في خصومة لأن المجلس العسكري كان أقل من ذلك ولأن المجلس العسكري اقتمر بأوامر من يحركونها وأخرج هؤلاء المتهمين وهي واقعة بانغة الشهرة ومعروفة ولا يمكن الجدال حولها ثم أن فريدوم هاوس قالت أنه كانت الحرية أيام المجلس العسكري كانت أحسن شوية من دلوقتي ففين المنطق اللي في هذا الكلام هل من المنطقي أننا نقول أن فريدوم هاوس بتحيي أو بتدعم المجلس العسكري اللي هو على حسب كلام الدكتور هيسم الخطيب أنها تقع في خصومة معه ثم أنها تدينه عصراً أو عهداً لا خصومة بينها بين دولة ناس شرفاء جداً والله كويس فدي نمرة واحد نمرة اتنين يعني إذا كان هذا هو سلوكهم فده سلوك ناس شرفاء نمرة اتنين أن أنا قريت في الكلام بتاع النيويوركر بالانجليزية وبالعربية وأعتقد أن الأستاذ دكتور هيسم يعرف الإنجليزي ويعرف العربي قريت وقلت أن النيويوركر وصفت ثورة يناير بالانتفاضة ولم يعترض هيسم الخطيبة على هذا الوصف ثم اعترض اعتراض شديد جداً على وصف 30 يونيو التي في رأيي انقلاب ومصرحية هازلية اعترض اعتراض شديد جداً على أنها تتوصف بانتفاضة بينما هو يدعي أو يقول أو يزعم حسب التعبير اللي يحبه أنه هو مع السورة في يناير يعني يا أخي كنت تغير على دي شوية في ثواني حتى نطوي هذا الملف نظرة استشرافية للمستقبل كيف يمكن أن يثق الواطن الآن في السلطات ليست هناك ثقة نحن بصدد انقلاب لن تكون هناك حرية ولا أمان ولا حق في الحياة إلا بإطاحة أو بإسقاط هذا الانقلاب وبالخلاص منه وبالعودة إلى المسار الديمقراطي مرة أخرى والانقلابيون أنفسهم مدركون ذلك شكراً دكتور هيتم الخطيب يعني قطعاً إن كان من يتحيز لجماعة الإخوان يستقوي بالخارج ويعتبر هذه المنظمات التي ليس لها في مصر مصلحة إلا أن تدخل مصر دائرة الصراع الأهلي أو الحرب الأهلية التي نوهوا عنها والتي هم بالفعل يغزوها من خلال تلك التقارير التي يبثوها ويقولون أنهم موجودون على أرض الواقع ولا أعلم لوجود فريدم هاوس وغيرها وجود في مصر أن ما أعلموا أنها قد أغلقت مكاتبها في مصر فكيف يتحدثون عن وجود ليهم في مصر واستبيان حقائق وليس لهم وجود على أرض الواقع أنا بالفعل أحد داعين صورة يناير وأحد الغيرين على صورة يناير وصورة يناير العالم كله اعترف بها وأشاد بها ولكن ما يحدث أنه هناك هجم مشارثة على صورة يونيو التي أتت لتصحيح مصار صورة يناير الذي اتخذته جماعة الإخوان في اتجاهها أستاذ جفري موك هل ترى أنت كمسؤول عن الملف المصري ورئيس الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أن هذه الحالة حالة مؤقتة ويمكن أن تتحسن الأوضاع في المستقبل للإمكان ذلك لكن رئيس مصر أي أن كان شخصه يجب أن يكون رئيسا لكل المصريين والسبيل لذلك هو إعادة حق التعبير وحق التجمع والحقوق والحريات ليضمن أن الناس يثقون بالأجهزة الأمنية وفي حال وقوع انتها كانت يكون هناك تحقيق علني مستقل وحر ويجب أن تنتهي المضايقات لكي يستطيع الناس أن يعبر عن آرائهم سياسية كانت اجتماعية أو دينية بحرية هذه الطريقة لتعزيز الثقة ولتوحيد مصر مرة أخرى أشكرك جيفري موك مسؤول الملف المصري ورئيس الشرق الأوسط في منظمة العفوة الدولية كنت معنا من ولاية كارولين الشمالية شكرا لك ونشكر أيضا الكاتب الصحفي محمد القدوسي وأيضا الدكتور هيتم الخطيب عضو حزب الدستور والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وننتقل بكم إلى الجزء الثاني من حلقتنا ولكن بعد الفاصل نتحول فيه إلى سوريا والأسباب التي دفعت كتائب المعارضة أو كتائب معارضة إلى التمحد في مواجهة النظام ومواجهة تنظيمات أخرى تتهمها باحتكار الإسلام نعود إليكم بعد قليل لا تذهبوا بعيدا مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى الشأن السوري الآن من حديث الثورة إلى الشأن السوري والجزء الثاني من برنامجنا حيث أعلن في ريف حلب الشرقي وفي مدينة الرقة وريفها عن انخراط مجموعة من الكتائب كتائب المعارضة في تشكيل واحد أطلق عليه اسم جبهة تحرير الفرات الإسلامية ووفقا لأعلان الجبهة الجديدة فإن الهدف من إنشائها هو محاربة النظام ومن يقاتلون باسم الإسلام لا يخفى عليكم ما يحصل اليوم من خلافات وتفرقة حيث تكالبت علينا جموع الرافضة من نظام الأسد الصاقط وأعوانه في إيران ومن يقاتلون باسم الإسلام وإسلامنا الحنيف بريء منهم وكل ما ذكر يعمل على تفرقتنا لإضعافنا وإنهاء طريقنا طريق ثورتنا المباركة وكسر إرادتنا وتناسي دماء شهداءنا ومعتقلين ستبقى أصواتنا تعلو بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قررنا بعون الله تعالى أن نجمع أصواتنا وأنفسنا وسلاحنا لنكون كالبنيان المرصوص فنعلن اليوم عن تشكيل جبهة تحرير الفرات الإسلامية لتوحيد الصف والكلمة لكسر عصابات الأسد الطاغية وأعوانه جبهة تحرير الفرات الإسلامية في ريف حلب الشرقي ومدينة الرقة وريفها ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا من عمان اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية وعبر سكايب من على الحدود التركية السورية أبو مازن الفراتي عضو المكتب العسكري لجبهة تحرير الفرات الإسلامية نرحب بضيفينا إذن وأبدأ معك سيد أبو مازن الفراتي أنت عضو المكتب العسكري لجبهة تحرير الفرات الإسلامية قلتم في بيانكم إن هدفنا الرئيسي هو إسقاط النظام ومحاربة التنظيمات التي تحتكر الإسلام من تقصدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن للشهداء ثورتنا المباركة والحرية لمعتقلين والنصر لثورتنا بداية اسمحي لي أن أشرح قليلا عن تأتيش جبهة تفرات حيث تأثرت هذه الجبهة من أبناء المنطقة متواجدين فيها طبعا بغض النظر عن آلية الدعم الهدف الأساسي من هذا التشكيل هو توحيد الجهود في سبيل تحرير سوريا من رجل الأسد وعصاباته فكافة تشكيات من ضوية تحت هذه الجبهة ذات تاريخ ثوري كبير ضد نظام الأسد منذ بداية الثورة وقد سرق أن قامتها بأعمال يشهد لها الجميع وكبلت قوات الأسد خسائر لا يستهام بها فقد سامت هذه الكتابة الأولية بتحرير حدث مدى منها جرابلوس من معكم؟ قلت مجموعة من التشكيلات والكتائب معكم ما هي هذه الكتائب والتشكيلات؟ معنا لواء الجهاد ولواء الصحابة وتجمع كتائب الفداء وتجمع لواء أحفاد الرقة وبعض الكتائب الأخرى تقريباً في 15 اليوم في كتائب لم نذكرها نحن في مدواجد فرقة والمنطقة الشرقية بضرورة العمل العظيم من تقصدون بالتنظيمات التي تحتكر الإسلام؟ قلتم سنحاربها نحن في المنطقة الشرقية تعرضنا لهجمات من قبل تنظيم القاعدة داعش حيث هاجمت مقرات الجيش الحر في الرقة وفي منبج وفي تل أبيض وفي جرابلوس وغيرها من المدن وأرغمته على الخروس كما قامت بالإعدامات الميدانية بحق المدنيين والثوار والناشطين والكوادر الطبية والإعلامية والصحبية في هذا السياق نشير إلى أن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام فجروا سيارتين اليوم في مدرسة المشاد شمال حلب وطبعا السيطرة على الطريق الواصل بين حلب وتركيا والطريق في الواقع الوحيد الذي تستخدمه المعارضة أو مقاتلو المعارضة وهذا يعني أيضا محاصرة المعارضة في مدينة حلب نفسها دعني أنتقل الآن إلى الدكتور فايز الدويري كيف ترى هذا التشكيل أو هذه الجبهة الجديدة دكتور فايز في الواقع الإعلان هذا ليس بجديد في صياغ الإعلانات السابقة خلال العامين الماضيين تم الإعلان عن تشكيل العديد من التنظيمات ومعظمها انتهى بالإسلامية ومنها ما أثبت جذارته وبقاءه كالجبهة الإسلامية ومنها ما تلاشى كجبهة تحرير سوريا الإسلامية الآن هذا التشكيل يعتبر ظاهرة إيجابية ما دام جزء في إطار الكل وهم أعلنوا أنهم جزء من أو ينضو تحت الجيش الحر إذن هذا الإعلان يعتبر إيجابي لأنه يوحد الجهود الميدانية خاصة أنه يتواجد في منطقتين تخضع لسيطرة داعش عندما نتحدث عن ريف حلب الشرق نتحدث عن مدينة الباب ومنبج وهي سقطت بيد تنظيم الدولة الإسلامية مدينة الرقة سقطت وتسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية اليوم كما ذكرت تم مهاجمة مدرسة المشاه إذن توحيد الجهود في هذه المنطقة يعتبر ظاهرة إيجابية ولكن إنعكاسات الميدانية هي ترتبط بعدة عوامل أولا مدى قوة وجاهزية هذه الوحدات ومدى قدرتها على إدارة العمليات ومدى تمسكها بالهدف النهائي الذي أنشأت من أجل تحقيقها نعم دكتور مدى قدرتها على تحقيق الهدف الذي ذكرته في البيان وهو القضاء على التنظيمات التي تحتكر الإسلام في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هل فعلا تنتلك القدرة على دحر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في هذه المناطق أعتقد الإجابة على هذا السؤال هي سابقة الإجابة هي سابقة لأوانها لأن لغاية الآن هناك مسميات لواء الجهاد لواء كذا لواء كذا وهذه ليست ألوية حقيقية هي عبارة عن تنظيمات تضم على عديد من المقاتلين تتباين ما بين تشكيل وآخر لكن إذا كان كما ذكرت بعض التقارير أنه ممكن أن يرقى العدد إلى أكثر من 15 ألف مقاتل وهذه تتوحد جهودها يوجد بين المؤسسين لها ضباط منشقين لديهم الخبرة العسكرية والقدرة على التخطيط العملياتي والإستراتيجي في هذه الحالة نتحدث عن إيجابيات ميدانية إذن الأيام القادمة هي التي تجيب على هذا التساؤل لأن لغاية الآن المعلومات هي عبارة عن مسميات دون تحديد المحتوى والمضمون تفضل في الواقع عندما تم الإعلان عن تشكيل الجبهة الإسلامية وانضم تحت لوائها مثل لواء التوحيد كانت القراءات أكثر وضوحا ودقة بحيث هذه الوحدات معروفة بتنظيمها وبقدرتها القتالية بينما في هذه الحالة لا تزال الأمور ضبابية المسميات التي أعلنها زميلنا هي عبارة عن مسميات مجهولة إلى حد ما إنما الأيام القادمة هي التي تجيب على التساؤل الذي تم طرحه بحيث القدرة الميدانية لأنها ستقاتل على جبهتين هذا يقودنا إلى التساؤل عماذا تنويج فقط بسنة ضيق الوقت دكتور فايز أنقل هذا التساؤل إلى أبو مازن يعني فعلا أنتم ماذا تنوون شكلتم هذا التشكيل أو هذه الجبهة لكن فقط في الرقة وفي ريف حلب الشرقي ماذا تنوون بعد تشكيل هذه الجبهة قتال النظام والمرابطة على اللواء السبب 93 كما على فرقة 17 ومطار الطبقة بينما هم تواجهنا الصعوبات هي سيطرة داعش على هذه المنطقة تفضل الأخ فايز نحن هدفنا توحيد الصفوف والجهود أولا ثم في المستقبل سيظهر عمل هذه الجبهة وتثبت نفسها على الأرض لماذا لا تنضمون إلى جبهات موجودة أصلا بدل تشكيل جبهة جديدة جميع الجبهات تقاتل النظام وبالأخير ستكون توحيد لجميع الجهود الهدف هو مقاتلة النظام هل تنوون ضم كتائب من مناطق أخرى مثل من المنطقة الشرقية رغم أن وجود طبعا اللواء الإسلام الذي يضم كتائب من المنطقة الشرقية رغم أنه وجوده الرئيسي هو في دمشق لكن هل تنوون ضم كتائب منه؟ نعم نحن ننوي ضم كتائب في المنطقة الشرقية ومنطقة دير الزور والرقة ومنطقة ريف حلب الشرقية في معظم المنطقة متواجد فيها هذا التجمع دكتور فيس دويري فعلا ما زال التساؤل عن القدرة التي يمتلكها هؤلاء لتحقيق هذا الهدف وهو هدف كبير في الحقيقة هذا هو التساؤل الرئيسي هو يتحدث الآن عن مواجهة الفرقة 17 ومطار الرقة الآن هذه تحت سيطرة كانت تاريخيا تحت سيطرة الجيش الحر والفرقة 17 محاصرة من الجيش الحر حتى انتزعت السيطرة الدولة الإسلامية الآن عليهم أن يقاتلوا الجبهة الإسلامية أولا ويتغلبوا على الجبهة الإسلامية ومن ثم ينتقلوا إلى قتال قوات النظام المحاصرة من قبل الجبهة الإسلامية هذا الكلام يحتاج إلى مخططين على مستوى عملياته وإستراتيجي ولغاية الآن لم يظهر لدينا أي قادة من الذين سبقوا وانشقوا ذو الرتب العليا الذين تم تأهلهم في المعاهد والأكاديميات العسكرية القادرين على إحداث هذا التقطير نحن نتمنى لهم التوفيق ولكن السؤال الذي طرحته كان سؤال في غاية الأهمية هل سيتم ضم تشكيلات أخرى؟ السؤال المقابل هناك مسمى مطابق تماما جبهة تحرير الجزيرة والفرات ماذا عنها؟ هي تنظيم آخر مستقل يحمل نفس المسمى تقريبا ولكن له نزعة جغرافية محددة في كل من الحسكة ودير الزور والرقة وبالتالي يعتبر أنفسهم كأنهم يؤسسوا لإدارة سياسية مستقبلية ضمن اتحاد كونفدرالي إذن هل عليهم أن يواجهوا كذلك جبهة تحرير الجزيرة والفرات؟ ماذا عن صالح مسلم وجماعته؟ ماذا عن البي واي دي؟ إذن هناك تحديات كبيرة عليهم أن يقرأوا الخارطة السياسية صحيح أن يقرأوا الخارطة العسكري بصورة جيدة عليهم أن يوحدوا الجهود ولا يكثروا من إعلان التشكيلات الجديدة رغم أنها إيجابية في توحيد التشرذم بوحدات أكبر نعم لكن دكتور كل هذه التشكيلات التي نسمع عنها وتعلن عن تشكيلها ترفع دائما راية القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كيف ترى مستقبل هذا التنظيم في سوريا في ضوء كثرة هذه التشكيلات التي تحاربه؟ في الواقع هذا التنظيم عندما توسأه دعينا نتعرف أن هذا التنظيم هو امتداد لجماعة التوحيد والجهاد التي أسسها الزرقاوي ثم الدولة الإسلامية في العراق ومن ثم انتقل إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما تقتصر بداعش ثم الآن نقل عملياته إلى لبنان هذا يؤمن بالإمارة الإسلامية والخلاف الإسلامي وهو تنظيم عابر للحدود لا يؤمن بالحدود السياسية إنما يؤمن بإنشاء إمارة إسلامية على الأرض الإسلامية إذن هذا التنظيم أصبح في مواجهة مع العديد من التنظيمات العسكرية هناك قتال في الأنبار وهنا قتال في منطقة شمال سوريا هذا النظام أعتقد يمكن القضاء عليه عسكريا ولكن بصعوبة ولكن لا يمكن القضاء عليه فكريا وأيدولوجيا وبالتالي حتى إذا هزم سينزل إلى تحت الأرض ويلجأ إلى عملية التفجير والسيارات المفخخة وهو من التنظيمات البارعة في هذا المجال نعم لكن دكتور دائما في هذه النقطة بالذات هناك تساؤلات كثيرة تثار حول قوات النظام أو القوات النظامية السورية لماذا لا تستهدف مقرات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام رغم أنها مقرات معروفة بالنسبة للنظام مثلا في الرقة أو في أريا في حلب هذا السؤال طرحت تساؤلات عديدة هل تنظيم الدولة الإسلامية هو من صنع المخابرات السورية أو المخابرات الإيرانية هذا السؤال الأول أم هل هو مخترق من قبل هذه الأجهزة المخابراتية والسؤال الثالث هل هو من هذا الغباء السياسي بحيث أنه يعمل بهذا الشكل ويطعن الجيش الحر أنا مع الرأي الثاني الذي يقول بأنه مخترق وبالتالي بقاء داعش وقتاله للجيش الحر هو يشغل نسبة كبيرة من قوات الجيش الحر والجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وبقية التنظيمات إذن إذا لاحظنا الآن بطأ النظام يشن هجمات على ريف حلب الشرق على أحياء حلب الشرقية والجنوبية حرر مطار النيرب حرر اللواء 88 لماذا؟ بسبب انشغال الجيش الحر إذن النظام السوري حتى وإن كان هذا النظام يعتبر إرهابي وخطر عليه إنما في الفترة الحالية هو يخدم النظام لأنه يمتص الجهود الرئيسي للجيش الحر لمقاتلته بدل أن تقاتل قوات النظام لهذا السبب النظام لا يلجأ إلى قصفه مرة واحدة قصف مبنى المحافظة في الرقة حتى قبل مؤتمر جينيف الثاني حتى يقول بأنه يقاتل التنظيم الدولة الإسلامية بقاءة هذا التنظيم هو خدمة للنظام سواء كان مخترقا أم غير مخترق طالما أشرت إلى مؤتمر جينيف اثنين هل تعتقد أن الغرب بدأ ربما بعد أن اتخذت هذه الكتائب المعارضة السورية موقفا أكثر وضوحا إذا هؤلاء مقاتلية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والتنظيمات التكفيرية كما تسمى هل أصبح الغرب متصالحا أكثر مع المعارضة السورية بعد أن أخذت موقفا أكثر حسما من هؤلاء أعتقد أن الاقتتال الذي دار بين الدولة الإسلامية والجيش الحر والتنظيمات الإسلامية المعتدلة وحتى غير المعتدلة كجبهة النصرة هو خدم المفاوض مفاوض الإيت إلاف في جينيف لأن قبل ذلك القتال كان النظام يتحدث عن الإرهاب رغم أنه لا يزال يتحدث عن الإرهاب إنما كانت الخرائط والمؤشرات وكل ذلك توحي بأن الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية هو القوات الجيش الحر والتنظيمات الإسلامية المعتدلة وجبهة النصرة وبالتالي تم سحب ورقة الإرهاب بصورة حقيقية من يد النظام لأن النظام لا يقاتل هذه ثم أتت بخير آخر وهو أن أمريكا أعادت بتسليح أو السماح خصصت من الموازنة في عام 2014 لإعادة تسليح التنظيمات المعتدلة والجيش الحر على وجه الخصوص هذا القرار ستتبع قرارات أخرى من بريطانيا وفرنسا في الأسابيع القادمة إذن الاقتتال ما بين الدولة الإسلامية يخدم النظام من جانب إشغال قوات الجيش الحر ولكنه خدم الجيش الحر وخدم الاقتلاف في مؤتمر جنيف وإذا ما استطاعوا تحقيق إنجازات ميدانية فإن القناعة بهذه الوحدات ستكون أكبر ويمكن محاولة إعادة تأهيل جبهة النصرة إذا ما تم لهم ذلك أبو مازن ما المانع برأيك أن تتوسع هذه التجربة إلى مناطق سوريا أخرى أختينا لا نملك الساحة كلها لكن كتائبنا تعرضت للظلم من قبل هذا التنظيم وفي هذه المنطقة قمنا بالتوحد لنرد العدوان عن أنفسنا وكذلك ضد النظام أولا ومن ثم ضد تعدي داعش على هذه التنظيمات التي الآن توحدت وإن شاء الله ستكون قوية ونحن نملك فكرة عسكري وقادرين وقادرين ومميزين وهدفنا الأول وخير هو قتال النظام أشكرك نعم تفضل تفضل كما أن داعش تشكل جبهة ثانية تساعد النظام ونحن نحاول التخلص منها للتفرغ لقتال الأسد وقواته شكرا لك إذن أبو مازن الفراتي عضو المكتب العسكري لجبهة تحرير الفرات الإسلامية كنت معا عبر سكايت من على الحدود التركية السورية ونشكر أيضا من عمانا لواء الدكتور فايز الدويري الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك ونشكركم أنتم أيضا مشاهدين بهذا تنتهي دا هذه الحلقة من حديث الثورة إلى اللقاء في حديث آخر من أحاديث الثورات العربية لكم من أطيب المنى وللقاء ترجمة نانسي قنقر